لعنى طلابنا حبيبنا مثل ما أعودكم إنه بعد كل درس إن شاء الله في نموذج امتحان لابنا نخذ نموذج امتحان لأي درس الثاني ونشوف جميع الأفكار الممكن نتعرض إلها مدرسيا وإن شاء الله وزاريا عند عمك العزاز أوكي السؤال الأول في عندي نص عليه عدة فقرات سميته نموذج اثنين ليش نموذج اثنين يعني هذا النموذج على الدرس الثاني يبلغ عدد المشاركين في جمعية خيرية 40 مشترك طبعا هذا السؤال أنا أخذته من امتحان وزارد من أسئلة سنوات سابقة كان عليه مطلوب واحد وأنا عملت عليه عدة مطالب نعيد مرة ثانية يبلغ عدد المشاركين في جمعية خيرية 40 مشترك هاي اسم مسميها القيمة الابتدائية ما قررناش نمو أوض محلال تلقائيا مدم ما في مصاري في الشرمح مركب انسى يبلغ عدد المشاركين في جمعية خيرية 40 مشترك في هذه السنة ويتوقع زيادة زيادة مين فيها نمو ويتوقع زيادة هذا العدد بنسبة سبعة بالمية ها شو يسميها R شو تصير سبعة على مية اللي هي من تحرك طلع سبرين واحد اثنين هاي سبعة بالمية أجيب عن الفقرات التي يكون أكثر دقة بالعربي لما شوفونا معلمين العربي يمكن ينتقدونها أجيب عن الفقرتين واحد واثنين شو بدو اوكي فهذا المطلوب الأول هو كان فعليا فعليا مطالب مني سؤال وزاري فقط هذا الفرع الأول بدو اقتراني النمو الأسي الذي يمثل عدد المشاركين بعد تي سنة والمقصود بعد تي سنة ما منعوض عن مين ما منعوض عن تي منعوض عن الاي وعن مين عن الار طيب ترى لو جيت على الخيارات بإمكاني ألغي أستثني طلع أستثني والله العظيم طلع حالي سبعة بالمية هاي برة طب هون في واحد لا هاي برة هاي أقل من واحد هاي برة شو الجواب اي دم حل ومع ذلك خلنك تطبق القانون ا تي تساوي ا في واحد زائد ار قوة يشتي تمام ما هي الاي اربعين واحد زائد هي اللعبة في كتابة الار مقلك ار سبعة بالمية كيف كتابتها قلنا سبعة عالمية كم صفر صفرين واحد زنين تمام تمام اذا او بونت او سبعة انتبهوا للكتابة في اسوأ ظروف معاي آلة حاسبة قسم عشان تعرف كيف تكتب الرقم كفاصلة مين عشرية قوة مين قوة تي هاي اربعين هاي اربعين اذا لك صف الحسابات تجيب القوس سير واحد بس اجمحها اي محاك او باستخدام الالة الحاسبة قوة مين قوة تي فالخيار كان معانا او بالنسبة ان كان الخيار ايه شكرا انتهت الفقرة الاولى على هذا السؤال الان الفقرة الثانية معتمدة على مين على الاولى بده عدد المشاركين بعد كم سنة ثلاثة السنوات يعني تشو تساوي سنة طيب معنا طلعناها صح اوك تعال نحسب مش كانت ايه تي تساوي اربعين في واحد بوند او سبعة قوة تي طيب شو رايك نلغي خيارات طيب كيف عزل بتلغي خيارات السؤال مش قالك نمو اه النمو شو معنى زيادة يعني العدد الاول بيتغير بده زيد بنمو يعني بده زيد العدد الاول قداش كان مش اربعين مشترك اه اه هذا اكبر من اربعين زبته هذا لا بره هذا اقل من بره اذا ضلينا يا اي يا دي فقط يا اما اي يا اما دي انه نمو نمو يعني زيادة يعني غصب عني وعنك بده زيد زيادة اذا فرع بي غلط وفرع سي ايش غلط تعال نعوض الثلاث يلا شباب يلا اي الثلاث تساوي اربعين في واحد بوند او سبعة كوب مين كوب ثلاث بدي ايالة حاسبة يلا معاين نستخدم انا وياكو نكتب خطوات استخدام الحاسبة اربعين اضغط لي على اشارة الضرب اكتب معاي واحد بويند بويند او سبعة الاس تمام ثلاث واضغط معاي على اشارة المساواة طيب يلا نجرب انا وياكو يلا يحبون يلا بسم الله اربعين هاي اربعين ضرب واحد صفر اوكي انا اعسف واحد نعيد من اول اربعين ضرب واحد بويند صفر سبعة قوة ثلاث تساوي كم طلب معاي يا عزازمة طلب معانا شايفين هاي اللي طلبت معانا لكتبكو يا كامل منطقيا احنا متكلم عن عدد مين عدد اشخاص ممكن والله اليوم اللعب معانا في كرة القدم اربعين واحد وربع شو جايب برجلو مثلا لا احنا هون عدد الاشخاص يعني عدد صعيف بي زي المصاري المصاري عادة تكون كيف ناطر تكون فيه فاصلة عشرية اما المتكلم عن عدد اشخاص عدد اجهزة مستحيل يكون في عندي فاصلة مين عشرية يعني لازم انقرب شو الرقم اللي هون صفر بعطيش باي باي شو بصفر معاي تسعة و اربعين شخص تسعة و اربعين شخص فكان معانا اجابتنا اي خيار بالنسبة ان دي هيك بيكون حلينا الفقرة الاولى والثانية على درس النمو والزمحل من اصل هذا النمو نكمل نكمل نقول بسم الله شباب اعطيك مجال تخذ لقطة وابدى احكي تمام استاذ الفكرة من الامتحانات كالتالي ايه انا وياك اذا عندي خطأ كمت معلوم خطأ صحيحة تمام اعالج اخطائي على البدري اذا كانت اموري تمام فهي عالي العالم اموري مش تمام لا بترجع لي وتحكي لأنا عندي واحد اثنين ثلاث هذول في عيني في خربطة وعشان هيك احنا بدنا نعالج امورنا اول باول اوكي اوكي تمام نكمل مشوارنا بسم الله اوكي اوكي انجليزي مورسي اوكي انجليزي انجليزي مورسي اوكي بسم الله الان ادعملكو نموط جديد احنا كل اسئلتنا دائما يا أستر خالد اكتب اكتران نوو اكتب اكتران مين المرة انا ادعطيك القانون ادعملك بالعكس كيف في دراسة شملت احدى مزارع الخيل والخيول مش عارفها بها مدقق لغة الخيل او الخيل اسألنا صاد عربي في دراسة شملت احدى مزارع الخيول او الخيل تبين ان اكتران النمو ها شو حكالي اقتران مين النمو لعدد الخيول يعطى بالاقتران اعطاني اقتران النمو هاي شايفين اي تي تساوي عشرة الاف في واحد بوينت سبر ثلاثة قوتي اعطاني هو قانون مين والله العظيم هو اعطاني قانون النمو اجيب عن الفقراء الثلاث واربعة وخمسة اعتمادا على مين على هذا المعطى نقول يا رب دائما ابدا بده عدد الخيول عند بدء الدراسة في طريقتين كم طريق يا عزاز ما مين تقالون النمو هو العدد المضروف بالصورة الاسية هو الكمية الابتدائية صح ولا لا مش قلنا ايه افتح قوس واحد زائد ار قوتي ما هي الايه هي الكمية مين الابتدائية يعني العدد المضروب بالصورة الاسية هو القيمة الابتدائية ومع ذلك بدعم الحالي انا مش فاهم هاي شجوع عشرة الاف ومع ذلك بدعم الحالي انا مش فاهم كلمة بدء الدراسة بمعنى انه دي تساوي الاسية دي تساوي صفر معنى عوض مكان تقديش صفر يلا تعالى عوض ايه الصفر تساوي عشرة الاف تمام في واحد ثلاث قوة كم صفر واي اشي قوة صفر ما اعطيني واحد يعني عشرة الاف في واحد وتساوي انه عشرة الاف اذا بالنسبة انه كان اي خيار الخيار صفر ب اذا الرقم المضروب دائما شاء اسمها الصورة الاسية ايه الرقم المضروب بالصورة الاسية انه هو الايه الايه اسمها الكمية ايش الكمية الابتدائية انتهى لانه هي عند بدء مين التجربة ورعتك طريقتين الحال اختار ما تراه مناسبا هيك بنكون علينا فقط رقم ثلاث من هذا النموذج شو بده يا عزازنا بده عامل النمو او معامل النمو عامل النمو او معامل النمو ايش يا عزازنا انسيت انا اوك تعلم تبقانون ايش قانون ايتي تساوي ايه في واحد زائد R قوتي صح صح مين عامل النمو؟ الواحد زائد R حلو، ما سميناه؟ عامل النمو يعني بالعربي أساس الصورة الأسية ما نسميه؟ يسمى عامل النمو أساس الصورة الأسية ما نسميه؟ ما نسميه؟ عامل النمو تمام، إذن بالحالة تساوي عشرة آلاف في واحد بوينت أو ثلاث قوتي وين الأساس؟ هاي الأساس هذا الأساس، إذن واحد زائد R تساوي واحد بوينت أو ثلاث إذن ما هو عامل النمو؟ واحد وثلاث بالمئة هو أساس الصورة الأسية إذن ما هو عامل النمو؟ هو أساس الصورة الأسية أريد النسبة المئوية للنمو طيب يصد عندك تعطينا إياها؟ طيب فيه قدامي طريقتين طيب ما ما أنا عندي هون واحد زائد R بعديني واحد بوينت أو ثلاث ما أنا بدي الر؟ آه بدي الر غطي على الواحد، غطي على الواحد شو عامل النمو؟ ثلاث بالمئة ماذا؟ إذا كان، طلع معي إذا كان عامل النمو على شكل واحد فاصلة شو حكيت؟ عامل النمو الأساس عشكل، بس عشكل، عشكل واحد فاصلة، واحد فاصلة فالR هو الرقم البيجي بعد الفاصلة العشرية بعد الفاصلة مين؟ شو هو؟ ثلاثة بالمئة ثلاثة بالمئة، أوكي ومع ذلك، أستاذ أنا مخي مش قادر أستغير، أوكي حقك يلا، واحد زائد R مش تساوي واحد بونت أو ثلاثة ولا لا، أنا بدي أنا 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 كأستاذ خالد أنا بدي R شو بدي؟ بدي R يعني خلي R موضع مين؟ القانون ناقص واحد ناقص واحد فيش أسئلة زيك بالكتاب ترى؟ سي تعتبر مسائل استنتاجية مطلوب منك تعرفها والله، مطلوب منك تعرفها، تمام؟ إذن، حل هاي R تساوي O.O.ثلاثة فيه خيار زي هيك؟ آه أي خيار كان؟ سي طب ممكن نشوفه بشكل ثاني، آه، طلع طلع ممكن ما يكتب ليها بالصورة هاي ممكن ما يكتبها بالصورة هاي كيف ممكن يكتبها يا عزاز ما؟ طلع طلع، طلع هون O.ثلاثة هاي R O.O.ثلاثة هاي يحول يا السرية زي الأسد، تساوي ثلاثة على كم؟ مش عارف، عد معاي، واحد، اثنين طلع، شو اللي فوق؟ ثلاثة بالمو يحولها إلى كسر عادي، بعدين يحولها على شكل نسبة مئوية، نسبة مئوية هيك بنكون حلينا الفرع الخامس، ومطلب مني أعتقد هذا السؤال كان مطلب مني ثلاثة، أربعة، خمسة، تعني تأكد مع بعض؟ يلا شباب خليهم تكنار، دائما منقول من كانت بدايته محرقة، فبإذن الله نهايته محرقة، بإذن الله، تمام؟ هيك حلينا، أعطتكم فقرة، وعليها كم سؤال؟ ثلاثة أسئلة لهم ثلاثة وأربعة وخمسة، وهذا سؤال يعتبر سؤال استنتاجي، هيك بنكون غطينا خمسة أسئلة على ما يسمى قانون النمو، اوكي، الآن سؤال جديد، وقل لي اشترت لين، وانتو كنت أنا بغاوز نعم بانتهاء، اشترت لين سيارة بمبلغ عشرين ألف دينار، شو حاج السيارة؟ عشرين ألف دينار، هاي مسميها القيمة الابتدائية، أو القيمة الأصلية، إذا كان ثمن السيارة يتناقص، شعني هاي؟ أضمحلال، دائماً لأجهزة الكهربائية، السيارات دائماً بتناقص، أما الأراضي والعقرات دائماً إيش؟ تساوي، بمعدل خمسة بالمئة، هاي أر، هاي طالع، أر تساوي خمسة بالمئة، بمعنها خمسة على مئة، صح؟ كم صفر صفرين؟ عد معي واحد اثنين، أو بوينت أو خمسة، تمام، طالب مني اقتران على الإضمحلال الأسي لثمن السيارة بعد تي سنة، بده اقتران الإضمحلال على عين ورأسي، ممكن نصدن خيارات، آه، وهذا مواحد ناقص، بدل قان هاي بره، هاي بره، صفينها بين مين ومين؟ بين سي ودي، ومع ذلك على مهل، ومش بده اثمحلال؟ على عين ورأسي، شو قلون اثمحلال؟ A T تساوي A في واحد ناقص R قوة T، الـ A كم؟ 20 ألف، في واحد ناقص O.O.5، قوة ايش؟ هو T، جميل جداً، الآن، فيش خيارات زي هيك؟ ماشي، معاي آلة حاسبة؟ اوكي، بدون آلة حاسبة، طرع كيف؟ قلتلكوا طريقة واحد بناقص، هاي بدون آلة حاسبة، صح؟ قلنا نعمل هون عشرة، تسعة، هاي لما اعمل واحد ناقص، طلع واحد ناقص، بس اطرح، خمسة، تسعة، صفر، يعني خمسة وتسعين بالمين، اذا هاي 20 ألف في O.95 قوة T، قلنا طالب مني اكتب اقتران الـ C بعد T سنة، قلتلك انا مطلوب منك بعد T، يوماً، سنة، شهراً إلى آخري، فهون منعوض عن A وعن R، والT بالظل محافظة على شكلها، إذن هون بدون يكون معانا أي خيار يا شباب، واضح منه الخيار C، هيك الفقرة، السادسة انتهت، عن حل السابعة ما دان عليه، يا رب، شو طالب مني هون؟ بدون ثمن السيارة بعد مرور أربع سنوات، طالب عشان نستغل الفراغ، احنا طلعنا أنا وياكو ميتي، طلعت معانا، يا حلوين، 20 ألف صفر، في O.9 قوتي، الآن بدون بعد كم سنة، بعد أربع سنوات، معي آلة حسبة، تساوي، هاي 20، هاي ألف، تمام؟ في O.95 قوة كم؟ قوة أربع، بعد أربع سنوات، الآلة الحسبة، معي، اضغط 20 جمع الف، اضغط لها على شرط الضرب، الأساس O.95، أس، تضغط على رمز الأس، كم؟ أربع، بعدين نضغط لي إشارة مين؟ المساوة، يلا مع بعض الآلة الحسبة، يا حلوين، بدون نقول دائما وأبدا يا الله، ركز معايا عمتو شيماء، ركز معايا شيماء، حباشنا، أبسنينا، ركزوا معايا على حمزة حنيته، أوك، يلا، هاي 20 ألف، حلو، ضرب، هاي ضرب، صفر، بوينت، تسعة، خمسة، أوك، قوة أربع، تساوي، طلعا بجمع ما تقول معايا الرقم، 16 ألف، هاي مش فاصلة، مش فاصلة، فاصلة نقطة الحسب، بمئتين وتسعين، بوينت، واحد، اثنين، خمسة، كل خيارات، مش حاط فاصلة عشرية، مدام أنا مش حاط فاصلة عشرية، يعني أنا عامل عملية تقريب، طلع أنا عامل عملية بمين تقريب، شو الرقم اللي بعد الفاصلة، واحد، الواحد أقل من الخمسة ما بحطي، إيش طب، ما تزود، يعني 16 ألف ومتين وتسعين دينار أردني، 16 ألف ومتين وتسعين، كان معانا أي خيار يا عززني، ما وين 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 وين، هو الخيار A، في خيار مستبعد، أي خيار B، طب ليش استبعدتوا يا أستخد خالد، لأنه صار 24 ألف، ولا لا، مسترز مية وقمسة عشر، يعني زاد، إضم حلال يعني بقل، لأن هذا الخيار ملغي، يعني هيك أنت استبنيت خيار، ليش استبنيت خيار؟ لأن أنا بتكلم عن إضم حلال، إضم حلال يعني الرقم بده قل، مش الرقم بده إزيل، وسطت الفكرة، وسطت، بدعم لكم هاشتاقات، يلا، هون هاشتاق شايماء، وعننا، حكيناه هاشتاق ألهاء البلبيسي، هاشتاق عمو حمزة، هون الشاب في عين اسمه عبد الرحمن الأسمر، كل طلابي أنتم في القلب، أنتم في القلب، العزاز ما لم يشرح بشرح من هون، من القلب إلى القلب، عشان تدخل بالمخ بحب، تستاهلكوا الخيار، نستعد للأسئلة المتبقية، نكمل مشوارنا بهذا النموذج، يمثل الإقتران الأتي، أتي تساوي ألف وخمسمائة وخمسين في أو بوينت خمس سبعين قوتي، طالعا معا، إذا كان هون دائماً قبل الفاصلة سفر، سفر، ومن قبل الفاصلة سفر، تبدل القائياً بنحنان، كان أكبر من واحد، يعني واحد، سنين، ثلاث، أربع نموم، إذا لما يكون قبل الفاصلة سفر، أعرف أنه محلال، قبل الفاصلة واحد، اثنين، ثلاث، أربع إلى آخره، اسمه نموم، تمام، يمثل الإقتران الأتي، وهو أتي تساوي ألف وخمسمائة وخمسين في أو بوينت خمس سبعين قوتي، عدد الدجاج المتبقي، مدام متبقي يا عزاز ما؟ طيب، مدام متبقي، أعرف أنه شو معنى؟ معنى إضم إحلال، كلمة متبقي شو معنى؟ معنى إضم إحلال، شو معنى يا عزاز ما؟ معنى إضم إحلال، أوكي، بعد إصابته بمرض معين، أجد معدل أو نسبة بالدؤار، أترك هاي أسئلة غير مباشرة، لازم أنا وياك نتعود عليها، تمام، أجد العدد المتبقي، أو أسف، أجد معدل أو نسبة تناقص الدجاج في المزرعة، بده قيمة مين؟ بده قيمة آر، يلا نحل مع بعض، يا الله، هذا كل ما نحلل لهم، نشوف أين أنا كاتب، هذا كل ما نحلل لها على أساس نستخدم الشاشة، لكن حللت لكم إياه هنا، أوكي، هون شو بده؟ بده قيمة مين؟ بده قيمة آر، موخي ما يضرب، الأر من هون، صح؟ صح، من هون الأر؟ أنا عندي أو بوينت، هذا اسمه عامل الإضمحلال، عامل الإضمحلال، شو عبارة عن إيش؟ 1 ناقص آر، أنا بدي آر، بدي أخلي آر موضع مين؟ للقانون، يلا، ناقص واحد، ناقص واحد، أوكي، مع السلامة، مع السلامة، هون شو ضر عندي؟ ضر عندي سالب آر، شو ضر عندي؟ سالب آر، يلا، نستخدم حاسبتنا، حتى ما نعجب بالحسابات، أنا عارف أن هذا أقل فضي يكون سالب، ومع ذلك، يلا، الحاسبة، عشي يطلع معي سالب 25%، يلا، اضغط معي، صفر، بوينت، سبعة، خمسة، ناقص واحد، شو طلع معك؟ طلع معك سالب، أو، بوينت، أنا بدي آر، على سالب واحد، ومع على إيش؟ على سالب واحد، فآر، تساوي، خمسة، طبعا، أو بوينت، خمسة وعشرين، تمام، ممكن نشوف بهذه الصورة، نعم، ممكن نشوفها على شكل نسبة مئوية، كيف؟ حولها إلى كسر عادي، وهي خمسة وعشرين، أدك معي كمنزل واحد، اثنين، إذن هكيف تكتب؟ خمسة وعشرين بالمئة، ممكن تكون هيك أو هيك، تعال نشوف الخيارات مع بعض، إذن، ما هو نسبة أو معدل التناقص؟ معدل التناقص R، وهو بتناقص بمعدل، خمسة وعشرين بالمئة، تعال نشوف مع بعض، شايفين؟ خمسة وعشرين بالمئة الخيار، بالنسبة إلينا كان D، هيك منكون حلينا الفقرة رقم ثمانية، ومنكون إن شاء الله، غطينا ما يسمى أسئلة النمو والإضم الحلال، وجميع الأفكار ممكن تيجي على نفس الصيغة، على نفس مين؟ على نفس الصيغة، يلا، السؤال التالي، استثمر عبدالله مبلغ سبعة آلاف دينار، هذا المبلغ الأصلي، بي، في شركة بنسبة تربح مركب، مركب، قانون نت، ولا قانون بترا، انت حقيت إنه مركب نت، مركب مستمر بترا، وشو حكى؟ مركب، ومدام مركب، هون شو نكتب قانون مين؟ قانون نت، تبلغ هاي الأر، ليه واحد فاصلة خمسة بالمئة، تضاف كل أربع مين، شهور، ما بدأ أشوف، قلت لك دائما، في الربح المركب، ركز معا، في الربح المركب، أول شغلة بعملها، انسى القانون، روح، طلع لي يا حبيبي، يرضى عليك نون، ما هي نون؟ عدد الأقصاط المستحقة خلال سنة واحدة، لو شغلت التاسع، شو حكى لي؟ شهور، طيب، كل أربع شهور تخذ ربح أو قصد، في السنة، كم قصد؟ أربعة، وأربعة، ثمانية، وأربعة، إطناشية، يعني كم قصد؟ ثلاثة أقصار، ومع ذلك، لا، في قوانين بنمشي عليها، أوكي، في السنة الواحدة، كل أربع شهور إليك قيمة أرباح، فهون شو النتيجة؟ نتيجة ثلاثة، شو النتيجة؟ بغض النظر على القانون، دائماً في الربح المركب، أول شغلة بعملها، بروح أطلع ما يسمى نون، ما هي نون؟ كم عدد الأقصاط المستحقة، أو عدد الأرباح المستحقة خلال السنة، السنة الواحدة، إذاً في خلال السنة، كم قصد لازم أعطيك؟ أو كم ربح لازم أعطيك؟ ثلاثة أرباح بالسنة الواحدة، طب تعالي نشوف شو فيه، أسئلة على هذا السؤال، قال أجيب عن الفقرات، تسعة، عشر، أحد عشر، وناشر، أوكي، هون، طبعاً إحنا سمينا اسم عبدالله، أحد أبنائي، هذول يجوني، آخر شي، توم، عبدالله الأوس، كتبت اسمهم، فضحواني وأنا بكتب إليهم، طبعاً هون، طلب مني عدد الأرباح، أو عدد الأقصاط، ثلاثة أقصاط، المستحقة، خلال مين؟ خلال السنة الواحدة، كم قصد خلال السنة الواحدة؟ ثلاثة أقصاط، يعني شو تكون المدواط؟ بالنسبة إنا، ايه، فرع عشرة شوية غريب، طلع هون، طلب منك عدد الأقصاط، أو عدد مين؟ الأرباح، المستحقة، خلال كم سنة؟ خلال خامس سنة، بالبلد هيك، بالبلد هيك، أنت، أنت، بالسنة الأولى تأخذ ثلاثة، أبو الثانية، ثلاثة، 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 بالرابعة، ثلاثة أقصاط، هون، يعني أنا بالله عربي، خلال كم سنة؟ بدي أن في تي، طب، ما هي النون، نحن طلعنا ثلاثة؟ هون لازم تكون بالسنوات، في خمسة، شو نتيجة؟ خمسة عشر مرة، راح أعطيك أرباح، إذا، شو ديكون الجواب؟ ديكون الجواب معنا، بي، أنا أحبت أن أعطيك إشي جديد، عشان تشغل بخك، إذا، عدد الأقصاط، أو عدد الأرباح، خلال خمس سنوات، راح تأخذ مني خمسة عشر مرة أرباح، خلال كم سنة؟ خلال خمسة سنوات، أكل، إذا، هاي، بالنسبة إنا، الفرع عشرة، بيكون إن شاء الله، انتهى، طب، شو طالب منك أنا هون يا أستاذي العزيز؟ أه، بده جملة المبلغ، طب قانون مين؟ تعني سطل خيارات، قانون نت، قانون نت، ما في إيه، صح؟ إذا، هاي، يا عزاز مبرة، وهاي، يا عزاز مبرة، انتهينا، ظلينا ما بين خيار بي وخيار سي، نجي هون، هون، نعم، بدون أقواس A تساو B، في واحد زائد R على N، قوة T، تمام، بده جي أكتب قانون جبلة المبلغ خلال إيش؟ T سنة، بدنا نعور عن مين؟ عن ال-B، عن ال-R، عن ال-N، T لا، أوك، يلا، ساعدوني، المبلغ رأس لي كيف كان؟ سبعة آلات، فيه، واحد زائد، آه، ال-R، آه، دعنا نكتبه هنا، كانت، واحد بوينت خمسة بالمين، شيء كانت؟ نعم، هاي عبارة عن إيش؟ طلع، واحد بوينت خمسة على مين، جميل، كم صفر عندك؟ صفرين، تحرك، ما مناش دخل؟ لأرقام العليمين ننساها، واحد، جميل، إذن هاي ال-R، طلع هون O point O 1 خمسة، على مين؟ على N، الآن شو هي؟ عدد الأقصاد خلال السنائش، الواحدة، كم قصد؟ ثلاثة، قوة NT، تتعاوضش عنها، ما هي الآن؟ ثلاثة، في الثمتين، طلع في الخيارات، الثمتين، لا تستطيع لأسنت بإشيء، بالثمتين، لا تستطيع لأسنت بإشيء، هي الزلية العملية، حسبة، وذلك تركز أنا بحساباتي، يلا، بعد إذنك، آلتك، بس بدل كسر، اضغط، صفر، O-key، point صفر، واحد خمسة، تمام، تقسيم ثلاثة، شو النتيجة؟ آه، تطلع معي شكل غريب، كيف تطلع معي؟ تطلع معي، خمسة، فيه، حلو خلا نشوفك عشرة قوة كم سالب ثلاثة هون الفاصلة مطلوب منك ارجع كم منزلة ثلاثة عد اللي هون هاي هون الفاصلة عندك اللي هون ما نجدخل فيه ارجع وهي واحد دماشي هاي اثنين حلو هاي ثلاثة انا قلي سألت منازل السالب معنى ارجع اليسار ارجع اليسار ارجع اليسار اذا شو صارت معي هون سبعة آلاف في واحد زائد او صفر صفر خمسة قوة ثلاثين حلو اللي هون سبعة آلاف تمام بس اجمح هاي محاشي بعطي لي واحد او قوة ثلاثين هاي جملة المبلغ بعد كم سنة بعد ثلاثة سنوات دي غلط اذا شو اي خيار كان معانا الخيار بالنسبة انه الخيار سي طب اوكي هانا ارجع تاخد لقطة بالشاشة شوف السؤال وهي خطوات الحل هذا بالنسبة لأي فقرة فقرة احد عشر وهذا السؤال كان من ضمن اسئلة سنوات سابقة وكان طالب مني بس مطلوب واحد هو الفرع اتناعش راح نتكلم عنه الان بس انا عملت لك اياه على عدة اشكال عشان تتعود على اي سؤال ما تنصدم من صيغة مين السؤال دائما هدفنا البولمارك وان شاء الله انتوا قدها هذا هو كان الفرع المطلوب بده جملة المبلغ المستحق بعد مرور خمسة سنوات بس ارجع القرم اللي كتبنا وعوه ما كان تي قديش خمسة شو كان عندي القانون يا عزازمة وينو؟ طلعنا طلع معنا سبع آلاف في واحد بوند خمسة بالألف قوة ثلاثة ايه يلا نجهز شاشتنا ونحسبه مع بعض بعد كم سنة؟ بعد خمسة سنوات كانت عندي طلع معي تساوي سبعة آلاف في واحد بوند صفر صفر خمسة قوة ثلاثة و تي قديش؟ خمسة يلا سبعة آلاف في واحد بوند صفر صفر خمسة هون عندي ثلاث في كم؟ في خمسة جميل سبعة آلاف في واحد صفر صفر خمسة وكم؟ خمستاش يلا معاي على آلتك الحاسبة يلا بعد ابنك على آلتك الحاسبة يلا اضغط لسبعة آلاف هاي سبعة آلاف ضرب هاي ضرب واحد بويند اوكي صفر صفر خمسة بويند سبعة سبعة تسعة واحد ستة ثلاث جادي هيك الحل اخذنا فيه ان شاء الله على ما كامل ممكن يكون مقرب ممكن ما يكون مقرب ممكن كضع دائرة اقربه ممكن ما اقربه هون شو الرقم؟ سبعة من الأرقام خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة اشطب وزود كم؟ واحد لو قرب عارفين شو في عنا خيارات هون اذا قرب ما قرب بنسخ ونسخ سبعة آلاف وخمسمية وأربعة وأربعين تعالي شب مع بعض يا شباب في خيار زي هيك هون يا أستاذ لاحب المبلغ لقدش كان سبعة آلاف ومدام كلمة جملة مبلغ يعني المبلغ وضع طبيعي بده يزيد هون كله زاد فتلقيين ما بقدر أستثني ولا خيار طبعا ما بقدر أستثني أي خيار لأن كل الأرقام أكبر من إيش من سبعة آلاف أنا هون عم جيت لغيت انتبهت أو شفت إشي خطأ فأنا كنت غلطان وهون كان معانا الخيار بالنسبة إنا بي لأنه قرب لي تقريب ومشوفوا السؤال التالي برضو أوس هذا أحد أبنائي وكمان من رجح تحييتنا للأصطاب أوسي العزة طلع يا شباب طلع بدلالة إيه يعني أنا هون ما رح أعوض عن إيه شكرا تعال نقرأ السؤال يا الله استثمر أوسي بمبلغ سبعة آلاف هاي بي بنسبة ربح مركب مستمر قدرها خمسة وعشرين بالمئة أول شي شو هاي مستمر يعني قانون مين؟ بترا مقدارها خمسة وعشرين بالمئة هاي الر اللي هو خمسة وعشرين على مئة حرك أو بوينت اثنين خمسة تمام فإن جملة المبلغ بعد مرور أربع سنوات شو قانون بترا ايه تساوي بي في ايه وار تي ماشي نعوض عن البي البي قديش؟ سبعة آلاف هاي ايه الار قديش؟ خمسة وعشرين بالمئة التي كم سنة؟ أربعة بالآلة الحاسبة اضربوا يلا اضرب خمسة وعشرين في أربعة بأعطيك واحد ايه قوة كم؟ واحد يعني سبعة آلاف في ايه كذا دائرة موجود الخيار اللي هو الخيار مين؟ الخيار بيه طيب يا أستاذ خالد افرض انه ها افرض انه اعطاني قيمة عددية مش بدلالة طلع مش بدلالة الايه ماشي اضغط معي الاحاسبة يلا انه اياك اضغط معي بسم الله كآلة حاسبة اضغط يلا سبعة آلاف اوكي اضغط لي على كبسة shift بعدين تضغط على كبسة لن هذول في مع بعض بتحول الشكل زكتالي سبعة آلاف ايه هيك طلع لك صح؟ هيك طلع لك هذب رأسك اه هذب رأسك اه ايوه بعدين تكتب واحد دم الله معي بعدين نضغط اشارة مين المساواة قبل اوان اضغط لي مباشرة واحد بطلع معاك تسعتاشر الف و سبعة وعشرين بوينت تسعة سبعة دين ثمانية جادي لو جينا قربناها شو الرقم اللي هون؟ تسعة اوكي بعت لي بعته اشطب وزود واحد شكرا لك وهذه المسألة بتكون ان شاء الله انتهت تماما يا رب هيك تمام؟ مية بالمية؟ طب ارجع اخذ ارجع الحل نعم ماشي ماشي شكرا لك كمان نموذج تدربوا علي الحالكم راح اهري وبرك جمع الامتحانات تمام الان شوف فقرة 14 الفقرة 14 وقلي قاعدة الاقتران يعني انت اكتب قاعدة الاقتران هذا السؤال لو زين موجود معاكم بكتابكم سؤال الانفلونزا تمام؟ قاعدة الاقتران الذي يمثل عدد المصابين بمرض الكورونا ربنا يبعدنا عنه عنك وعن كل المسلمين وكل العالم باذن الله بعدتي اسبوعا علما بان العدد يتضاعف خمسة مرات كل اسبوع علما بان عدد المصابين الاول هو ايه؟ كلمة يتضاعف شوفوا يتضاعف يعني النمو شو بيعني؟ نمو تعال نحل السؤال مع بعض ايه؟ ايش راحوا؟ فهم؟ بعدها نقول لكم احفظوا وصلى الله وبرك ابن الان ما مر معي اسابيع اللي هو تشدد تساوينا صفر خلاص؟ شو العدد المصابين؟ ايه؟ شو قال لي؟ في الاسبوع الاول العدد يتضاعف كم مرة؟ خمس مرات كم تضاعف؟ يعني اضرب العدد القبل بقديش في خمسة يعني هون؟ طلع ايه؟ في كم؟ في خمسة يعني شو معنى؟ خمسة ايه؟ او خليها ايه في خمسة جمي ние في الاسبوع الثاني بدي يضاعف كم مرة؟ وخemiaحة تربيع طب في الاسبوع الثالث العدد في الاسبوع الثاني بدي يضاعف كم مرة؟ خمس مرات إيه؟ هاي العدد في الأسبوع الثاني بدون ينظر في كم؟ في خمسة مش نحن نتفقنا إذا كان الأساس نفس الأساس في حالة تضرب تجمع الأسس قوة كم؟ قوة ثلاثة طب في الأسبوع الرابع نفس العملية بدو يسير إيه؟ في هاي أسبوع الثالث كان مظروف كم؟ في خمسة طب صفي عندك إيه؟ هاي خمسة قوة ثلاثة في خمسة معنى خمسة قوة إيه؟ أربعة لاحظوا انتبهوا لشيغلة واحدة لما كانت تي بواحد و سي واحد لما كانت تي اثنين و سي اثنين لما كانت تي ثلاث و سي ثلاث لما كانت تي أربعة و سي ايش أربعة لنشو القاعدة بي أوف تي مرح بيعتبر كانوا تابع لقانون مين النمو فبي أوف تي تساوي العدد الأولي في خمسة قوة تي و تيشو تمثل عدد مين الأسبوع خلاصة الموضوع كعفظ قل يتضاعف خمسة مرات ثلاث الأساس خمسة قوتي يتضاعف سبع مرات سبع قوتي أكيد مضروف في مين بالعدد الأولي يتضاعف عشرة مرات عشرة قوتي يتضاعف مئة مرة مية قوتي أكيد بس مضروف في مين مضروف بالعدد الأولي فإذا ما هي قاعدة الإلكتران؟ ايه؟ في خمسة قوة تي المسألة هاي بيبدو نقولها يعطيك العافية في أمان الله خضل أكثر الشاشة هون ونحل بمع بعض يلا طبعا هذا طلع هذا غلط وغلط لا نفش فيه عدد أول ظلينا بين هاي وبين هاي كد تهمل الخيار بالنسبة إنا كان سي جميل لو أخذ السؤال الأخير في هذا النموذج إلى أن أنا معطيك القاعدة يقولي إذا كانت القاعدة التي تمثل عد المصابين بمرض ما بعدتي أسبوعا هي هاي وقال لك هاي هو أصلا حتى لم ترجع على بطاقتك احنا عاكينا في سؤال التحدي وكيف نتعامل مع مين هذه الأسئلة ووضحت لك أنه هذا تابع لقانون مين تابع لقانون النمو أوكي أجد معدل أو نسبة بدي أر شو بدي بدي أر أجد معدل أو نسبة الزيادة في عدد المصابين آه طب رحنا شو قال النمو A تساوي صح A في 1 زائد أر قوة 2 حلو تعال نعمل مقارنات دمشاي 13 أوكي وهاي 3 حلو قوة مين قوة 2 الآن أنا بدي نسبة طبعا معي شو بدي؟ بدي أنا أنا بدي نسبة بدي أر بدي أر وخدمنا سؤال بهذا النموذج أوكي يلا ونوع عامل النمو 1 زائد أر للأساس هو عامل النمو قديش 3 خلوه لي أربع موضع القانون ناقص 1 ناقص كم 1 فر شو تساوي 2 آه تركز معي 2 لو قلت 2 بالمية لو حكيت لـ 2 بالمية أوكي ماشي أنا 2 على كم على 100 صح؟ اللي هي أو بونت أو 2 لو قلت لـ 1 بتسير كـ 1 زائد أر شايفين؟ تطلع معي 1 بونت هل هاي؟ زي هاي؟ لا إذن هاي الكتابة غلط طلع هاي الكتابة الأخيرة 100 بالمية غلط أريحك عشان مل فندور كثير يعني هاي الكتابة يش كلها؟ غلط يا عزاز ما؟ هاي غلط هاي غلط لو بيطلع معك الأر أشوف 2 3 4 5 6 7 1 يعني رقم اي صحيح؟ ضيف له صفرين صحيح؟ وكتب جنبه بالمية ضيف يعني نسبة الزيادة 200 بالمية زيادة مخيفة 200 بالمية عشان تطمن أوكي كده كنت تطمنها عزاز ما هاي 200 بالمية يعني 200 على كم؟ على 100 0 0 0 يعني قداش 2 وإحنا طلعنا R2 إذن إحنا شغالين صح؟ فإذن الجواب كان معنا دير بالك من هيك أسئلة هيك من يكون خلصنا إن شاء الله نمو إذا جئ الامتحان على درس ما يسمى النمو ضلط محلال الأسي دائما هذا في معاك شغلة وحدة أنك تكون طالب متميز فاهم مش حافظ طالب عقلك كبير متشرب المادة مش أي شيء اللي بفهماش بحفظها لا نتعلم ونغلط ونعدل أخطأنا ونكون إن شاء الله متميزين دائما نقول من كانت بدايته محرقة فبإذن الله نهايته مشرقة اصنع مجدك بيديك فأنه لن يصنع مجدك إلا أنت ونقول إن شاء الله مع العزاز وم بأمان وهمة حتى القمة في أمان الله